ملعب الوكرة في قطر مثير للجدر طبعا مع اعلان السلطات القطرية ان ملعب الوكرة وهو احد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 الرئيسية سيدخل الخدمة مبكرا باستضافة نهاية بطولة كأس الامير المحلية لأول مرة السادس عشر من ناير جاري هذا الجدر المتعذر في شكل هذا الملعب بلا العالم مجددا اعلن مسيلون في اتحاد القطر لكورت القدم واللجنة العليا للمشاريع والارض المعنية بمشاريع المونديال ان استاد الوكرة بات جاهزا وسيستضيخ نهاية بطولة كأس الامير المحلية في السادس عشر مال استاد المحبل مع هذا الاعلان نبشت الصحفة البريطانية من جديد في شكل هذا الملعب وسخرت منه على غرار ما قامت به الصحفة الدولية في سنة 2013 قبل تصميم الملعب ومع ظهور لقطات ترويجية له وأوردت الديلي ميل في هذا الصدد تقاريرا عن الملعب ومصف بأنه مصمم على شكل مهبل ومنذ اطلاق الفيديو الترويجي للإستاذ عن اليوتيوب في سنة 2013 لم تهدأت تعليقاتهم المقالات وأطلقت صحف كبرى ومواقع إخبارية أجنبية تسمية استاذ المهبل على هذا المعلم الرياضي بسبب شكله الغريب في نوفمبر 2013 قالت صحيفة لامود الفرنسية إن شكل الإستاذ الجديد سيمثل إحراجا جديدا للسلطات القطرية التي لا تنقصها مشاكل جديدة إذ تواجه اتحامات وحاملات بسبب فضائح مرتبطة بالضروف السي أو المجحفة التي تحيط بعمال التجهيز لكأس العالم وراح البعض يسمي تصميم الإستاذ الذي انتهى تجهيزه بلوحة جوستاف كوربيه الشهيرة أصل العالم من جهتها أشهدت القارديان البريطانية في وقت سابق بالتصميم الأنثوي في عالم تغلب عليه تصاميم المستوحيات من العضو الذكري كساعة بيك بانك الشهيرة في لندن وناطحات السحاب الأمريكية النكات التي انتشرت حينها عن تصميم الملعب لم تعجب شركة آيكم والفنانة والمعمارية العراقية الراحلة زهى حديد التي تولت تصميم هذا الملعب بعدما استوحتاه من شكل مركب شراعي تقليدي من النوع المعروف في منطقة الخليج العربي حسب تعبير المصممة في السنة 2014 ظهرت المعمارية العراقية الراحلة زهى حديد عبر صفحات الطايم الأمريكي لتدافع عن تصميم استاد المهبل كما أطلقت عليه الصحافة الغرضية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى التشابه الشكلي بين استاد الوكرة القطري وبين فرج المرأة خاصة حينما تم التقاط صورة بانورامية للملعب من الآلة وأشارة المعمارية العراقية التي تتمتع بشهراء عالمية واسعة لأنها شعرت بالصدمة من التشبيه الغريب والربط المثير للجذل بين شكل استاد الوكرة وبين هذا الجزء الحساس من جسد الأنت وعضافة المعمارية العراقية التي تدخلت قائمة التايم لأقوام الشخصية في سنة 2010 إنه لأمر مخجل أن يتم اختصار هذا الصرح الرياضي في هذا التشبيه الغريب ماذا قالوا على استاد الوكرة هل حقا قالوا أنه يشبه فرج المرأة وهل كل شيء به فتحه هو فرج المرأة إنه أمر سخيف ومضحك الشكل المعماري مستوحى من القوارب التي كانت تستخدم في السايد في منطقة الخليج وخاصة صيد اللحظة أعتقد أنه في حالي كان رجل هو صاحب التصميم ما كان بهذه الدرجة عن تحديثه وللإشارة يتسع استاد الوكرة أو استاد المهبل لأربعون ألف متفرج ويستضيف مباريات بطولة قطر 2022 حتى ثلاثة ربع النهائي بحسب اللجنة العنية للمشاريع والإرث وهي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحديق اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم بقطر ويستوحي تصميم الأستاذ من الحياة التقليدية لأهال الوكرة الذين كانوا يعتمدون القوارب المستخدمة في الإبحار بحثا عن اللؤلؤ كما يتزين سقف الملعب باللون الأبيض المستلهم من أشرعة القوارب التقليدية التي ترمز إلى تاريخ مدينة الوكرة الساحلية وتجسد ارتباطها أهلها بالبحر وسلطت صحيفة الدليمة للضوء على مميزات هذا الملعب وقالت إنه يتضمن تقنية التبريد المتطورة والسقف القابل للطي وذلك بهدف الاستفادة منه على مداري العام وبفضل مقاعده القابلة للفك سيخفف عدد المقاعد إلى عشرون ألف مقاعد عقب انتهاء منافسات الفطولة وسيتم التبرع بمقاعد المدرجات العلوية من الأستاذ لتطوير من التحتيال الرياضية في دول مختلفة حول العالم